دشرت إدارة سوق العمل والقطاع الخاص التابعة لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضر موت التدريب المهني في صيانة الجوالات وأجهزة التابلت ضمن برنامج الحياة عمل في نسخته الثالثة عشر الذي تموله وتشرف عليه مؤسسة حضر موت تنمية بشرية هذا أكد المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضر موت سالم باجابر حرص مكتب الوزارة على التمييز ونوعية هذا التدريب ليسد احتياج مطلوب في سوق العمل ويسهدف أبناء مناطق متعددة ونائية من حضر موت وصارض مدير دائرة التعليم التقني والتدريب المهني في مؤسسة حضر موت تنمية بشرية عبدالله مهيري المراحل التي يمر بها البرنامج ابتداء من مرحلة استقراء الاحتياج لهذا التدريب المهني وينفذ التدريب في قاعات وورش المحهد التقني التجاري بفوى المساكن المكلة ويستفيد منه عشرة شباب من مناطق الديس الشرقية والعليب وريدة الجوهيين وغي البوزير والقطن طبعا هذه سلسلة جديدة من الشراكة مع مؤسسة حضر موت وهذه المرة مختلفة نوعا ما بحيث أنها استهدفت أرياف أو مناطق نائية من المركز المكلة حتى يكونوا عبارة عن منطلق لنقل المعرفة لمناطقهم وعملية سد الثغرة أو الفجوة في سوق العمل بالنسبة لهذه المهنة لمهنة صيانة الجوالات والتابليتات وصيانة الإلكترونية بشكل أساسي أبرز مجالاتها أو برامجها المتنوعة والنوعية في هذا المجال برنامج الحياة عمل وحاليا في نسخته الثالث عشر نستهدف بنا قدرات الشباب وتمكينهم مهنيا ومعيشيا في البرنامج المهني في صيانة الجوالات وأجهزة التابليت طبعا ضمن هذا البرنامج التدريبي استهدفنا أبناء المناطق والمدريات البعيدة مثل مديرية الديس الشرقية منطقة العليب ريدة الجوهيين من القطن من بعض المناطق